السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في هذا الدرس بإذن الله تعالى رح نتعرف على اللي هو موضوع مهم جداً وهو موضوع المودرن راوند سايفر الدرس هذا رح يكون شوي طويل لكن إن شاء الله رح يكون قدر مستطاع أحاول أن يسهل لكم بشكل كبير جداً وش المقصود بالمودرن راوند سايفر لما نجي تكلم عن المودرن راوند سايفر هو خلينا نقول أنه يعني نوع من أنواع التشفير أو تقنية من تقنية التشفير اللي صارت الآن متبعة في أغلب الستاندرز اللي موجودنا طبعاً اللي إحنا راح نناقشه اللي هو اللي هو الديتا انكريبشن ستاندر أو الدي اي اس وعندنا طبعاً هذا الآن غير مستخدم المستخدم الآن اللي هو تريبل دي اي اس وهو فعلياً نفس النسخة هذه لكنها معدلة وفي عندنا النسخة الثانية اللي هو الادفانس انكريبشن ستاندر لكن كلهم الثلاثة يتشاركون في نفس التركيب لما نتكلم عن نفس التركيب التركيب الأساسية هنا هي الراوند بمعنى أن عملية التشفير الأشياء اللي احنا شفناها سابقاً كلها يعني مثلاً لو قلنا الشفت أو الترانزبوزيشن هذه كلها كانت عبارة عن عملية واحدة يعني الشفت أغير الحرف من مكان إلى مكان خلاص انتهى الترانزبوزيشن كان أغيره من مكان إلى مكان وخلصنا ما عندنا مشكلة الـ XOR كانت تم عملية بين اثنين مرة واحدة وخلصنا فجميع الأشياء اللي احنا خذناها قبل كانت تعتمد على أن التشفير وفك التشفير يتم من جولة واحدة أما في الثلاثة هذه فهنا عملية التشفير مثلاً يدخل التكست هنا إلى الدالة حق التشفير يتم تنفيذ نفس العمليات على أكثر من جولة كل جولة لها طريقة عمل معينة أو بمعنى الصح كل جولة تتعامل بنفس الطريقة لكن المدخل حق كل جولة يختلف زي ما راح نشوف تمام؟ طبعاً هذا النوع من التقنية يسمونها الفيستو انكريبشن أو راونت لأن اللي اخترحها شخص كان أعتقد أن اسمه فيستو نأتي للـ DS الـ DS يعتبر بلوك سايفر إذا تذكرون إحنا قلنا أن بلوك سايفر كان يأخذ عبارة النص ويبدأ يقسم إلى أجزاء طبعاً كل القسم موجود في البلوك سايفر يأخذ 64 بيت فبمعنى لو أنا عندي نص مكون من 150 حرف راح يأخذ 64 أول شي ثم راح يأخذ 64 هذي 128 المتبقي الـ 22 المتبقي راح يزيد على الـ 22 هذي بلوص 44 عشان أكمل عندي آسف 42 عشان يكمل عندي 64 فلابد أن جميع العمليات اللي تم في اللي هو الـ DS أنها تنفذ على 64 بيت فحجم التكست البلوك أو خلينا نصح التعبير نقول البلوك 64 بيت أما الكي المستخدم فهو يستخدم مقاس 56 بيت فبالتالي عدد احتمالات الكيز اللي عندنا هو 2 أس 56 هذه الكيز اللي موجودة عندنا تمام فالأشياء المهمة النقطة المهمة عندنا أن الـ DS يقبل هو يعتبر بلوك سايفر يقبل 64 بيت كتكست أو بلين تكست ويقبل 56 الكي والمخرج حقه 64 بيت هذا السايفر تكست فك التشفير فعلياً هو نفس الخوارزمية تستخدم في التشفير وفك التشفير يقبل 64 سايفر تكست و56 الكي نفسه لأنه نحن قلنا أن الكي المرسل المستقبل يتشاركهم فيه وعندنا المخرج النهائي اللي هو 64 بيت فهذه النقطة المهمة اللي نحن نعرفها هذه التركيبة الأساسية اللي تم لكل على قولهم عملية تشفير أو فك تشفير أول خطوة عندنا اللي هي عملية اللي شيء نسميه Initial Permutation وعندي هنا القسم الثاني نسميه Around Key Generation بحيث أن الكي هنا يدخل ومن خلال الخوارزمية معينة هنا أو عمل معين هنا يتم توليد 16 مفتاح فرعي كل مفتاح فرعي من المفاتيح الفرعية هذي يستخدم في جولة واحدة فبالتالي الكي اللي هنا يختلف عن الكي اللي هنا يختلف عن الكي ثلاثة أربعة خمسة بحسب اختلاف الجولة اللي موجودة وعندنا هنا 16 جولة ثابتة في التشفير أو فك التشفير ثم بعد كذا يكون عندنا النقطة الأخيرة اللي هو Final Permutation التركيب الأساسي الآن لطريقة الدي اس عندي initial permutation وعندي final permutation وعندي 16 جولة كل جولة تاخذ 64 بيت زي ما هو ما عندنا مشكلة مع 48 بيت كي فرعي حجم الكي الفرعي 48 من وين يجي الكي الفرعي هذا من الكي جنريتور واللي راح نشوف اشلون يشتغل بإذن الله تعالى هذه الصورة توضح الكلام اللي احنا قلنا قلنا عندنا النشاء Permutation 64 بيت وعندي هنا الكي الفرعي 64 طبعا اللي جاي عندي 56 طبعا هنا لو تجون تقولون هنا طبعا هنا كيف 64 وهناك 56 هاي فعليا 64 يجي حجم المفتاح لكن اللي يستخدم من المفتاح هو عبارة عن 56 فقط هذا المفتاح اللي تستخدمه الround key generator المدخل 56 والمخرج 48 لكل round بعد كذا في عندنا اللي هو احنا نسميه Final Permutation تمام نيجي اول شي Initial and Final Permutation فكرة Initial Final Permutation فعليا هي سهلة جدا يعني ما فيها حتى تعقيدات كثيرة اذا تتذكرون احنا اخذنا شيء احنا Permutation Books في درس سابق وقلنا المتاح المتاح هو يغير شيء مكان شيء فقط صح ولا لا فهنا فعليا هو يغير اماكن ل 64 كاملة طيب شلون تيجي ال 64 هذي اول شيء المتاح ال table هذا يعتبر ثابت واللي احنا اللي هو هذا هذا يعتبر ثابت ما يتغير سواء شفرنا الآن ولا شفرنا بعدين ولا في أي وقت ممكن بعضكم يسأل طيب وش المقصود فيه المقصود فيه اني انا احنا قلنا ال 64 قلنا اني دائما كل المدر نتعاون مع البيت صح ولا لا فانا عندي الحروف لكل حرف خلنا نقول اي ثماني حروف ب ثمان خانات ثمانية بت السي ثمانية بت بالشكل هذا فالمجموع الكلي للبيت هو عبارة عن 64 بت يعني عندي 64 صفر وواحد بعد ما احول النص اللي عندي الى 64 بت ابيجي احط كل بت في مكانه البت الاول هنا الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن ثم نبدأ التاسع العاشر 11 12 13 14 وكمل الى نوصل الى الاربعة وستين هذه اول خطوة احنا نسويها بعد ما حولنا بنحطها بجدول زي كذا الآن يجي دور البرمتاشن او التحويل هنا التحويل يقول لك تعال جيب لي البت رقم 58 تجي هنا البت رقم 58 هذا هو 58 هذا هو رقم 58 طيب رقم 50 هذا رقم 50 بتحطه مكان الثاني فانت فعليا عملية استبدال تغير واحد مكان واحد فعشان كده بتطلع عندك النهاية المحصل النهائي اللي عندك هنا انت بس سويت عملية تبديل ما في اي شي ثاني يعني هنا اخذنا رقم 58 حطينا اول واحد بدل ما كان رقم 58 صار رقم واحد الان اللي رقم 50 حطينا صار عندنا اللي هو الحرف الثاني ونبدأ نستمر على المتشن زي ما قلنا هذه تعتبر ثابتة وعلى الغالب هذه انتم تعطونها في الاختبار انطلب منكم انه يقول لك عطني المتشن هنا المثال اللي موجود شلون يتم عملية تحويل اللي هو النص النص على الغالب يجيك بالشكل هذا النص هذا يجيك بشي احنا نسميه الهيكس ديسمل او السداسة عشر كل واحد من الارقام هذه يمثل باربع خانات طب ليش اربع خانات لاننا عندي 2S0 2S1 2S2 2S3 فهنا ثمانية واربعة واثنين وواحد ثمانية واربعة اثنائش اربعة اثنائش خمس اش واللي هو النظام السداسي عشر الآن اجي ااخذ كل واحد منهم وحول الى البيتس الخاصة فيه لان احنا قلنا هنا طبعا ليش كل واحد منهم يمثل باربعة لان اصلا الحد الاعلى لأي هكس ديسمل هو اربع خانات فقط فانا بابدأ احول عملية التحويل بسيطة جدا اباجي اشوف كم الرقم مثلا عندنا هنا الرقم الثالث بنحول بس رقم ثمانية عندي هنا ثنين الصفر واحد ثنين ثلاثة طب ثمانية لو بغيت امثل الثمانية اباجي اكتب واحد زيرو 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 عشان كذا جينا هنا وقال لك ان الرقم ثمانية هذا التمثيل حق رقم ثمانية طب الرقم الثنين هنا شلون مثلنا مثلنا زيرو زيرو واحد زيرو يعني القيمة اللي انا ابغاها ممكن يكون مرة واحدة او رقم واحد او يكون اكثر من الرقم ما عندنا مشكلة في الجانب هذا تمام الآن النقطة المهمة جدا هو اني لو نلاحظ ان احنا حطيناها بالرسم اللي قدامنا فهنا بيكون هذا رقمه واحد اثنين ثلاثة ويبدأ يعد الين الاربعة وستين عشان كلا لو نلاحظ اننا عندنا تقريبا اربعة ثمانية ثمانية وثمانية ستعاش ستعاش عندنا في اربعة هذه اربعة وستين تمام بعد ما خلصت وحطيتها في الجدول اجي اسوي عملية تحويل مباشر او نقل انصح التعبير بشكل مباشر البيت رقم ثمانية وخمسين ابي حط اول واحد البيت رقم خمسين ابي حط ثاني واحد يعني عملية نقل فقط ما في شي ثاني تمام بعد كذا ابي اجي واسوي اربطه اربطه اربع اربع اكتب 0000 بس ابدأ احطها كلها برسالة وحدة يطلع عندك المحاصلة النهائية فحنا كذا نعتبر خلصنا اول جزء في اللي هو اشفير اللي عندنا احنا قلنا عندنا اول شيء الانشي البرميتيشن هذه المرحلة الاولى خلصناها الان المخرج اللي جاي هنا بيدخل على نظام اللي هو الجولات او بيدخل على الجولة الاولى طيب وش اللي يتم داخل الجولة الاولى خلني بوريكم اياها على الصورة افضل من انحنا نجي على الكلام اللي هنا بيكون اوضح لكم العملية اللي بتتم هنا طبعا الصورة هالا اللي قدامنا صورة مهمة جدا كنتكون عارفينها ومهم جدا انها تكون مفهومة ما هو بس عارفينها وبس وهذه يتنفذ لكل جولة من ال 16 جولة الممتاحة عندنا طب وش اللي يصير الحين حنا جاء بعد المرميتيشن جاني من هنا النص عبارة عن 64 بت وش اللي يصير هنا ابقسم ال 64 هذي الى قسمين قسم 32 بت وقسم 32 بت احط واحد يسار واحد يمين اباجي الان للقسم اليمين اول القسم اليمين مباشرة بينتقل الى الجزء اليسار من دون اي عملية للمرحلة اللي بعدها فما انا مثلا لو كنت في الراوند الاولى النص الايمن اللي هنا رح ينزل تلقائيا في يسار الجولة الثانية هذا اول شي رح يكون في اللي هو الار او في الرايت طب نفس النص هذا بيدخل على دالة هنا وبنشوف بعد شوية الدالة هاي شون تشتغل لكن يدخل على دالة هنا يدخل 32 ويطلع زي ما هو 32 بعد الخروج رح يصير في عملية XOR طب XOR بين ايش وايش بين المخرج من الدالة هذه وبين القسم الايسر اللي موجود عندي فسويت عملية XOR وصار هذا هو القسم اليمين فكان الان الشيء اللي احنا سوينا القسم الايمن للجولة رقم واحد راح بشكل مباشر الى 2 صار الان اللي كان الرايت صار left والان left اللي كان هنا في الجولة الاولى left تمت اجراء عملية XOR مع المخرج من الدالة اللي هنا وصار الان في المنطقة اليمين هذه العملية فعليا اللي تم داخل اللي هو اللي احنا نسميه كل round الراوند اللي بعدها بتسوي نفس العملية اللي صارت فهذا فعليا اللي قاعد يصير هنا لاحظ ان lift نزل بشكل مباشر اللي طبعا حق اللي بعدها او هنا لو قلنا الجولة الثانية فالر رقم رقم واحد الاولى عشان كده قالك i ماينس واحد طب الri اللي هو حق الجولة الثانية هو عبارة عن li اللي هو lift حق واحد يصير لعملية xor مع ناتج الفنكشن الفنكشن هذي عبارة عن عبارة عن ال r واحد او الراوند الاولى مع الكي فهذه النقطة طبعا هذا اللي نسميه الفيستل سايفر هذا الطريقة للتركيب حق كل جولة تكون بالشكل هذا الآن نيجي على تركيبة الفنكشن خلنا نغير اللون نيجي الآن إلى تركيبة الفنكشن اللي عندنا الفنكشن فعليا تاخذ متغيرين تاخذ الرايت القسم الايمن دائما وهذا عبارة عن 32 بت وتاخذ كي عبارة عن 48 كي أو 48 بت هذا نسميه الكي الفرعي أو الكي الخاص بالجولة النقطة المهمة جدا اللي نحن لازم نعرفها هنا هي نقطة أساسية هنا إن جميع العمليات وقلناها سابقا إن بما أني أنا أتعامل مع البيت فلابد إذا أنا أبغى أسوي عملية بين اثنين مثلا زي هنا ال-R وال-K لابد 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 الاثنين كلهم يكون متساويين في عز البيت فأنا عندي هنا 32 وعندي هنا 48 واربعين هذول الاثنين لا يتساون طب وش الحل اللي موجود الحل إني أنفذ شيء إحنا سبق وخذنا اللي إحنا قلنا ال-P Box وهنا بنسوي عملية Expansion أو عملية تمديد ال-32 هذي أبطلحها أبخليها 48 واربعين عشان تتساوي مع الكي الفرعي اللي موجود عندي داخل الفنكشن هذه رح يكون في عملية XOR داخلية غير XOR اللي موجودة في المنطقة هذه غيرها داخل الفنكشن نفسها اللي هي ال-F هنا رح يكون عندي عملية XOR العملية هذه فعليا رح تمرر على شيء احنا نسميه Substitute Box او ال-S Box اللي احنا خذناها سابقا يعني رح يتم عملية تبديل بشكل مباشر تمام خلينا نجي نشوف الآن العملية اللي قاعدة تتم هنا ال-Round اللي هنا زي ما قلنا في عندي عملية Swapping هذه نقطة مهمة وعندي عملية اللي هو التشفير اللي تم عندنا هنا الصورة مهمة جدا انكم تفهمون شلون تتعامل لان هذه انا اذكر انها جت في سنوات سابقة في الاختبارات احنا قلنا ان المدخل اللي جاي 32 بت وانا احتاج الى 48 فهنا هو قسم كل 32 بت على يعني احنا عندنا 8 4 4 4 العدد 8 هذا نتيجة 32 فقام اش سوى اخذ اخر بت موجود من 32 اللي هو نعتبره هنا في المنطقة هذه وحط اول واحد واخذ خلنا نحط اللون ثاني اول بت هنا وحط اول واحد هنا ثم بعد كذا لاحظ وش سوى العملية طبعا هذه راح الحين تكون كرة بس هذا الشيء الوحيد المهم كرر ان بت رقم 32 بخلي اول واحد خلنا نحط هنا البت 32 بخلي هنا وبخلي البيت رقم واحد هنا هذا ما راح يكرر تمام نجا الان نشوف داخليا هوش قاعد يسوي فعليا اللي قاعد يسوي بينزل بت الأول زي ما هو والبت الثاني زي ما هو والبت الثالث زي ما هو الرابع بينزل هنا وبيروح فيه القسم اللي بعده يعني بيروح لان الان احنا قلنا 48 لا بد ان يكون فيه عندي تقسيمات لها احنا قلنا ان انا عندي 8 كل واحد اربعة الان بيكون عندي 8 كل واحد 6 كل واحد من البوكسز هذه عبارة عن 6 عشان يعطيني اللي هو 48 فهذه لا بد انها تنفذ عشان اقدر اشتغلها مع الكي فهذه التركيبة اللي موجودة لو اعطاني هنا اصفار واحد بس هي عملية تبديل تكون محفوظ طريقة عملها اللي دائما يطلحون فيها الاخطاء هو الاستبدال حق الاول والاثنين والثلاثين فعليا الان expansion permutation هذه هذا هو الجزء اللي جاي اول هذا اول شي يسوي تمام الان النقطة المهمة جدا هو ان يسار عندي الحين مخرج 48 وعندي هنا 48 فالان بيسوي بين 48 و48 بيسوي عملية XR وهذا نفس عملية XR اللي احنا اخذناها سابقا الان الان النقطة المهمة جدا هي التالي اباجي امررها على شيء احنا نسميه substitute box وش الهدف من substitute box الهدف من substitute box انها راح تسوي او اللي احنا نسميناها او درسناها اللي هي الاسبوكس راح تسوي عملية compression او عملية ضغط الان جايني 48 وانا لازم اطلع 32 لان فعليا 32 هي اللي احتاج انها تطلع من الفونكشن هذه دخل عندي 32 ليش انا احتاج انها تطلع عندي 32 لان هنا المخرج حق الـ 32 لان اصلا هذا عبارة عن 32 وحنا لقلنا XOR لابد انهم يكون same size فمهم جدا اننا نكون عارفين ليش الاشياء هذه جت بالشكل هذا ثم بعد كده عندنا شي احنا نسميه اللي هو straight D box او عملية اللي هو filter تكون موجودة هذا شكل الـ S boxes اللي موجودة وفعليا الـ S boxes بي جي لها جداول موجودة نفس الطريقة اللي احنا خذناها بتكون البداية والنهاية والاربع رقام اللي موجودة احنا احنا خذناه سابقا كان عبارة عن اربع رقام مثلا زي كده صح اول اول واحد واخر واحد اما الارقام اللي هنا راح يكون كل اربع رقام مع بعض هنا كان عبارة عن رقمين هنا عبارة عن اربع رقام لكن فعليا الطريقة تعتمد بنفس الطريقة اللي احنا اخذناها في عمليات اللي هو ال اس بوكس هذه هي الفكرة اللي موجودة في الفنكشن هذي فعليا وش قاعد يصير يعني انا اقدر اقول ان هذا كل المنطقة هذه هي عبارة عن الفنكشن اللي موجودة تمام الآن خلصنا الراونز وخلصنا كل شي اشلون يتم عملية الكي جنريشن الكين جنريشن احنا قلنا يجيني اول شي 56 64 بيت ال64 بيت اذا تذكرون احنا قلنا هي عبارة عن جدول في ثمان اعمدة تمام اللي قاعد يصير هنا هو جاني 64 صح بيجي ويحذف اخر عمود لو حذفنا اخر عمود رح يبقى عندي 56 طبعا هذه العمود الاخير هذا يسمونه الparity drop او اسقاط الparity او اخر عمود موجود الان الان صار عندي اللي هو 56 راح ينفذ 56 لما يجي يدخل برضو لان احنا قلنا ان كل جولة يطلع عندي مفتاح صح ولا لا فاللي الروتيشن 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 0 1 0 0 فهذا هو اللي راح يصير في عملية الشفت لكن لو كان في جولة غير الجولات هذه راح يكون عندي تو بت لما نقول تو بت لان احنا يتم عملية الشفت على الجزئين اللي موجودة يدخلون على دالة اللي هي حقة الضغط ليش يدخلون على دالة الضغط لان انا احتاج الى 48 ما احتاج الى 56 فيتم عملية الضغط في المنطقة هذه ويطلع المخرج اللي عندي هنا عبارة عن 48 بت وبالتالي يطلع عندي السب كي او الكي الخاص بالجولة هذه الفكرة اللي موجودة عندنا في الDS يعني هو فعليا ممكن يكون تحسون انه معقد لكن خلنا نقول straight forward ما في ذاك التعقيدات صراحة ويعتبر ترى الدواء حقته او طريقة حقته تعتبر سريعة جدا جدا في العمل تمام نجا الان لخاصيتين موجودة في اللي هو الDS او بمعنى اصح دائما اذا عندنا اي خوارزمية في عندنا ميستين نفضل انها تكون موجودة الاولى احنا نسميها الدفيوجن والثانية احنا نسميها اللي هو الكونفيوجن وش المقصود بالدفيوجن وش المقصود بالكونفيوجن الدفيوجن خلينا نبدأ بالكونفيوجن اول شي الكونفيوجن بمعنى لو واحد اخذ السايفر تيكست المفترض انه يكون غير قادر انه يعرف الكي اللي تم التشفير فيه هذا المفروض طيب لو عرف فيه طريقة اني انا اعرف فيه لها اكثر من طريقة منها بطريقة وحدة لكن اني انا استخرج او اعرف المفتاح او الكي من السايفر تيكست هذا اللي هو يكون خرقت خاصية الكونفيوجن واضح ممكن انا اكثر السايفر تيكست بأكثر من طريقة لكن ما هم من خلال اني انا اعرف الكي من خلال السايفر تيكست هنا يكون خرقت قاعدة اللي هو الكونفيوجن فهنا عشان اسهل العملية اني يكون قدر المستطاع يكون الرابط بين السايفر تيكست والكي مبهم بحيث اني ما حد يقدر يعرف الكي من خلال معرفته بالسايفر تيكست اما خاصية الديفيوجن فهو اني لو تأثر بت واحد من التشفير اللي عندي مثلا تم تغيير او شي يعني خلينا افترض لو غيرت على نص او بت واحد من البتس اللي موجودة المفترض ان التأثير هذا يستمر الى على اقولهم على الاقل بنسبة خمسين بالمية على المخرج النهائي وهذا اللي احنا نسميه الافالانش افكت او تأثير الافالانش تأثير الافالانش اني لو غيرت بت واحد ممكن التأثير حقه يستمر الى خمسين بالمية او يتم تغيير خمسين بالمية من المخرج النهائي لل السايفر تكست هنا نيجيه الان اللي هو بعض المزايا اللي موجودة في الDS عدد المفاتيح اللي موجودة دائما دائما يكون عبارة عن اثنين اس الكي فاحنا قلنا الDS عبارة عن 56 فاحنا بيقول عندنا هنا 7 دوت 2 ملتوبلاي بي 10 to the power of 16 هذا عدد اللي هو المفاتيح المتاحة احد الطرق المستخدمة في فك التشفير من هالنوع هو البروتفورس معنا فكرة البروتفورس اني انا اروح اجرب جميع المفاتيح هذه طبعا الان هذه ممكن ما تاخذ حتى ولا حتى يوم يعني فعليا هذه الان ممكن ان الجهاز عادي يفك لك خلال يوم او حتى اقل تمام هنا يقول لك اللي هو التاريخ حقها الان في 99 الكلام هذا كان يتم كسرة خلال 22 ساعة قدر انه يجرب المفاتيح هذه كلها بالكامل خلال 22 ساعة كان فك المفتاح طب اشنو الطريقة اللي يتصير الطريقة فعليا يكون انا عندي cypher text تمام وعندي مولد يولد المفاتيح اللي موجوده جميع الاحتمالات حق المفاتيح ويدخل ويدخلها على function اللي هي حق الDS يدخل الkey المولد مع text ويشوف هل النص اللي يطلع عندي مفهوم اللي غير مفهوم الى مفهوم معنى ان المفتاح هذا هو المفتاح اللي احتاجه الى مهم مفهوم معنى اني بحاول في المفتاح الاخر فعليا الDS كتركيب وكقوة جيد لكن كان العيب الوحيد اللي موجود فيه هو حجم المفتاح ليش ان حجم مفتاح 56 فبالتالي استطاعوا انهم يحلون مشكلتها او انهم يخترقونها باستخدام اللي هو البروتفورس الان الى ايام هذه سننا نستخدم شيء احنا نسميه triple DS وهو بدل ما استخدم مفتاح واحد ستستخدم ثلاث مفاتيح فكل مفتاح منهم عبارة عن 56 تمام فهذه الفكرة اللي موجودة فصار عندي حجم المفتاح 168 فالان بحكم اننا كبرنا اللي هو حجم المفتاح صار الان من الصعوبة او على الاقل الى الان يعتبر triple DS صامد الى ايامنا هذه النوع الاخر والاخير عندنا في الدرس اللي هو AES وهذا يعتبر هو اخر الستاندر او الاستاندر المستخدم الان بالاضافة الى triple DS وله اكثر من او خلنا نقول حجم المفتاح اللي فيه متغير فيه مفتاح 128 وفي عندي 192 وفي عندي 256 وزي ما قلنا هذا مع هذا الان يعتبرون هم الستاندر المستخدمة في اجهزتنا الحالية في نهاية هذا الدرس اشكركم على حسن استماع واتمنى ان تكون استفدتم منه ويلقى اخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy اشتركوا في القناة